بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا يا عاشر اليوم سوف نبدأ بدرس الثورة الفرنسية الثورة الفرنسية هي أهم الثورات التي حدثت في تاريخ أوروبا وتأثرت بها البلدان الأوروبية الأخرى بشكل كبير في البداية يجب علينا تخطيط السطر الأول والثاني ونقول بأن أوروبا شهدت أوروبا في نهاية القرن الثامن عشر في نفس القرن الثورة الأمريكية ولكن هذه الثورة كانت في أواخر القرن الثامن عشر وهي أكثر الثورات تأثيرا على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في العالم وبالفعل هي من أهم الثورات العالمية الآن سوف نكتب سؤال كيف كانت أوضاع فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية يعني قبل الثورة الفرنسية كيف كانت أوضاع فرنسا في البداية كانوا يعيشون في مجتمع إقطاعي مجتمع إقطاعي يعني يعتمد على الزراعة يعاني الشعب فيها الشعب الفرنسي من الفقر وأيضا تردي الأحوال الاقتصادية للدولة بسبب طبعا حروب اللي كانت اتخوضها فرنسا أيضا هنا لدينا صورة للملك لويس السادس عشر كان يتصف بضعف الشخصية ويتصف بقراراته الخاطئة فهنا ثالث نقطة بكيف كانت أوضاع فرنسا قبل الثورة فنقول بأن الضعف شخصية الملك لويس السادس عشر حاكم فرنسا وعدم قدرته على القيام بالإصلاح الشامل هنا لدينا سؤال أذكر مكونات المجتمع الفرنسي أو طبقات المجتمع الفرنسي طبعا كانت الطبقة الدنيا هي طبقة العامة اللي هي عامة الشعب الطبقة الوسطى كانت طبقة رجال الدين والطبقة طبعا العليا هي طبقة الأشراف أو النبلاء صفحة 58 لدينا سؤال أذكر أسباب الثورة الفرنسية بالتأكيد لدينا أسباب سياسية مثل الضعف الملكية في فرنسا طبعا فساد الإدارة في الدولة أيضا لدينا أسباب اجتماعية مثل حرمان الشعب من الحقوق ووجود الطبقية والشعور بالظلم أما أسباب اقتصادية فهي إلها دخل طبعا بالتجارة والأموال فكان يفرض عليهم الضرائب الظالمة وتأخر التجارة والصناعة صفحة 59 نكتب سؤال ما هي مجريات الثورة الفرنسية أول شيء سوف نضع مربع إنه إنعقد مجلس طبقات الأمة طبقات الأمة الآن قبل قليل تم شرح ما هي طبقات المجتمع الفرنسي قلنا أنه عامة شعب ورجال دين ونبلة فهناك كان مجلس سمي بطبقات الأمة إلى ماذا كان يدعو هذا المجلس طبعا عامة الشعب طالبت بضرورة إصلاح مجلس الطبقات فأول شيء دعو إليه إنه الدعوة أن يكون عدد العامة مساويا لعدد طبقة الأشراف في المجلس يعني المجلس اللي هو مجلس الطبقات نادوا الفرنسيين بأن يكون عامة الشعب مساوي لعدد الأشراف ورجال الدين في المجلس لأنه كان بالعادة طبقة الأشراف ورجال الدين يكون العدد في المجلس أكثر من عامة الشعب فهم يدعوا لمساواة العدد أيضا المنادى بأن يكون مكان الاجتماع في قاعة واحدة وليست منفصلة لأنه كانت بالعادة أيضا أنه يفصلوا القاعات مثلا عامة الشعب يكونوا مجتمعين بقاعة والنبلاء والأشراف بقاعة أخرى فهم ينادوا بأنه يكونوا بقاعة واحدة أيضا ضرورة اعتماد النظام التصويت وفقا لنظام الأصوات في المجلس بالتأكيد هذا حق مشروع لهم فهون منشوف كيفية احتقار عامة الشعب من قبل النبلاء والأشراف تاني شيء من مجريات الثورة الفرنسية الهجوم على سجن الباستيل هنا لدينا صورة لسجن الباستيل طبعا هو سجن هو حصن كبير في باريس طبعا يقال بأنه كانت أسواره 30 متر يعني صعب الواحد يدخل على هذا السجن والصعب يطلع كمان منه كمان كان هذا السجن محاط بخنادق ولا يمكن تجاوزها إلا عبر بوابة خشبية طبعا كانت معلقة وترفع بواسطة سلاسل قوية جدا طبعا هنا يوجد جملة الهجوم على سجن الباستيل فسوف نستفسر على الهجوم على سجن الباستيل والجواب لماذا؟ لأنهم الفرنسيين اعتبروا هذا السجن رمز للظلم والطغيان وأيضا بسبب قيام لويس السادس عشر الملك اللي قبل قليل وضعنا صورته كان يقوم بأعمال أغضبة الشعب فكان يعني أيضا سبب للهجوم على هذا السجن الذي هو يعد رمز للظلم والطغيان هنا لدينا سؤال ما هي أبرز الجهود التي أدت إلى إعلان الجمهورية الفرنسية؟ أول إشيء إعلان حقوق الإنسان وأبرز ما جاء في إعلان حقوق الإنسان عام 1789 ميلادي أنه يولد الناس أحرار متساويين وأن حرية التعبير هي أسم الحقوق والأمة مصدر السيادة الكاملة ولا يجوز ممارسة السلطة دونها وهذا إشيء بالتأكيد مهم ثاني شيء صدور الدستور الفرنسي وطبعا وضعوا القوانين المناسبة اللي أرادها الشعب الفرنسي وفي النهاية طبعا أعلنوا الجمهورية الفرنسية ومتى أعلنت هذه الجمهورية أعلنوها عام بـ 21.09.1792 ميلادي ياريت نحفظ التاريخ هنا لدينا سؤال أذكر نتائج الثورة الفرنسية طبعا عندنا نتائج اجتماعية ونتائج اقتصادية فالنتائج الاجتماعية أنه قضوا على نظام الإقطاع اللي هم الإقطاعيين في الزراعة وأيضا كانوا كمان وزعوا الأرث للأبناء للذكور والإناث بالتساوي أيضا السماح للأفراد بتولي المناصب على اختلاف مكانتهم يعني شو مكان هذا الإنسان منصبه يحق له بتولي المناصب إذا كان أهل لهذا المنصب وأيضا بالنقطة الثانية التي هي توزيع الإرث للأبناء الذكور والإناث كان في بعض المدن في أوروبا كان يعطى الميراث لابن الأكبر وأيضا كان وأحيانا كان يعطى في مناطق أخرى كان تعطي مثلا للذكور ولا تعطي للإناث ولكن من خلال بعد الثورة الفرنسية أصبح الأرث متساوي للذكور والإناث أما هنا فلدينا نتائج اقتصادية فمنقول أهم نقطة له تحديد أسعار السلع الشعب الفرنسي حدد أسعار السلع حتى يمنعوا الغوش كمان زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الأراضي المزروعة وكمان نمت عندهم روح القومية بسبب السماح بملكية الأرض وفعلا اتنمى عند الشعب الفرنسي القومية لدى بلدهم وفعلا هاي نتائج يعني مشرفة لثورة التي قام بها الفرنسيين هنا لدينا جواب السؤال الأول والسؤال الثاني السؤال الثالث والسؤال الرابع والسؤال الخامس ودمتم سالمين